كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الاضحى في ناس كتير سألتني على الاضحية وهل انا ممكن اضحي في انجلترا؟ اه طبعا ممكن تضحي فيه تقدر تروح لأي محل بيبيع لحوم حلال او متخصص في اللحوم الحلال وتقدر تروح تسأله على الاضحية او قرباني ساعت هنا الهنود والباكستنين كتير بيقولوا عليه قرباني تقدر تحجز ما بين اللام او الشيب وزي ما قلنا قبل كده في فيديو اللحمة اللي ما شافوش يقدر يلجع ويتفرج عليه ان الشيب بتبقى الخروف الكبير واللام هو الخروف الصغير بس مش اي لام ينفع يدبح كقوة اضحية لازم يكون عدة سن معين بس هما المفروض الجزارين بيبقوا عارفين وبيبقوا قايلين وعارفين انتها الان سألت في جزا جزار في المنطقة اللي انا سكنة فيها طالق قال لي لا مش هنضيك السعر غير قابليها باسبوع تاني سؤالت سألته هل ممكن احضر عملية الدبح لا جماعة اكيد لا مش مسموح مش مسموح لأي اشخاص عادية تخش المجازر تالت سؤال اللحمة هاخدها ازاي وامتى ومتقطعة ولا مش متقطعة اللحمة غالبا بتاخدها اول يوم متأخر بعد ساعة ثلاثة او تاني يوم وغالبا بتكون تاني يوم عشان اللحمة لها شروط عشان تطلع من المجازر او تدبع للمستهلك حتى لو انت دبيحها دبيحها انت يعني طالبها دبيحها قطحية لنفسك لازم تبرد وتتشمع وتبقى توصل ليك جهزة لان ساعات كتير لما بتطلع سخنة بتفسد بسرعة وفي ناس كتير اخدتها بسرعة وحطتها في كياس وحطتها في شنوط العربية روحوا بيها اللحمة كانت فسدت فلازم ناخد بالنا حتى لو احنا استلمناها منه بسرعة او كانت لسه متبوحة وسخنة لازم افرشها على حاجة حتى وانا لو هتحرك لو بالذات لو هسترمها من جزار وحسافر بيها فترة شوية قبل ما روح البيت اعمل حسابي يبقى العربية فاتحة فيها تكييف فافرش مفرش في شنطة العربية وحط عليها اللحمة عشان لازم تكون بردت وتشمعت عشان لو تحطت في سخنية جمدة وفي كياس لفترة وهي لسه متبوحة بتفسد بسرعة جدا بتجيلي متقطعة او شكلها ايه حسب تختلف الحقيقة من جزار لجزار في جزار يقولك لما تصلي القضحية بتاعتك تعال وقطحها قدامك وفي جزارين بسلمها لك متقطعة جهزة لو هيقطحها قدامك هتقدر ساعتها تطلب منه انت عايز مثلا الفخدة سليم عايز الكفة سليم عايز كله متقطع عايز الرياض شكلها ايه تقدر تطلب منه اللي انت عايزه بيكون مقطحها كلها اخد بالي لو انا عايز حاجة مش متقطعة لان لو هو قلتوله قطحها كلها هتلاقي مقطع لك كل حاجة حتى الفخدة متقطعة كيوبس كله 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 عارف يقطعه كله بالمنشار فلو انت عايز ناوي تعمل الفخدة رسته كتف رسته اي حاجة كده لا اطلب منه سيب لي الفخدة صحيحة الناس بقى سألتني بخصوص الكبدة والفشة والمنبار والحاجات دي الحقيقة انا يعني فيه جزار اداني القلب والكبدة والفشة وفيه جزار اداني اللحمة فقط وقال لي الحقيقة احنا بنبقى مستعجلين فما بيبقى عشان اوذات لو انت عايزها تخديها في نفس اليوم فانا حسلمك اللحمة بس وفيه جزار تاني يسلمني القلب والكبدة والفشة لكن ما شفتش حد هنا الحقيقة بيسلم حتى الان المنبار بزات ان هما ما عندهمش تقطع ان هما ينظفوه فغالبا يعني ما عرفش لو طلبت منه انه هو يدولك حتى لو مش متنظف هيوفق ولا لا بس اعتقد عشان الهايجين ممكن ما يوفيش عايز حاجة اطلبها وشوف هو هيقولك اه ولا لا بتمنى يكون في الفيديو ده افدناكم ولو محتاجين تسأله على اي حاجة بعطولنا وما تنسوش تعملونا لايك وفولو سبسكرايبز في اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام وانتظرونا ان شاء الله مع مني وعيد القطع وفيه مفاجآت كتيرة مع ذروبي شير